بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء في مقرر machine elements design one chapter introduction لازلنا نتحدث عن انواع الاجهادات المختلفة وبنأكد على انه باختلاف نوع الحمل بيختلف نوع الاجهاد معنى الاجهاد الحالي اللي هو bending stress او اجهاد الانحناي وده بيحدث لما يكون عندي في الشكل اللي احنا قدامنا ده لما يكون عندي مثبت بيم مثبت من الطرف وحر من الطرف الاخر يؤثر عليه القوة بالشكل ده فبيميل هذا البيم الى الانحناء بهذا الشكل اللي هنلاحظه هنا ان الطبقات العليا اللي هنا حصل لها والطبقات السفلة اللي هنا حصل لها انضغاط اللي هو الكمبريشن واحنا عارفين طبعا ان التنشن عكس الكمبريشن التنشن بياخد اه بوزيتف ساين والكمبريشن بياخد نيجاتيف ساين وبما ان انا على البيم في المقطع بتاعه اللي هو بالشكل ده كده بتحرك من اقصى هنا وبالتالي بنزل الى بيخف قيمة التنشن الى انتصل الى الصفر وبعد كده يظهر الكمبريشن تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده هنا يبقى هنا عندي تنشن باقصى قيمة وبعدين انتقل للقيمة تدريجيا الى ان يصل الى الزيرو وبعد كده بيظهر عندي الكمبريشن بقيمة صغرى ثم يزيد في الاتجاه المعاكس الى ان يصل الى اقصى قيمة طيب بما اني اتحركت من حاجة الى العكس بتاعها من اللي هو من اقصى تنشن الى اقصى كومبريشن يبقى مريت بمنطقة الزيرو اللي هو ده اللي احنا بنقول عليه او المحور الخمول المحور الخمول اللي هو لا عنده استرس من التنت سايل استرس ولا الكومبريسيف استرس ايضا ممكن اني يحصل عندي من خلال الشكل ده عندي بيم متسبت من الاطراف بتاعته ولو قلنا مثلا في قوة من المنتصف بتاثر عليه يبقى في الحالة دي هتولد عندي ردود افعال عند الاطراف ايضا بيميل هذا الى الانحناء بهذا الشكل وبيطبق عليه ما تبقى على الكنتليفر بيحصل عندي طبقات هنا اه اه والعكس في الطرف الثاني اتشدد اقصى قيمة للاجهاد بنربز لها بالرمز سيجما بيندنج ودي بتساوي قيمة المومنت اللي واقع على البيم اه ضرب واي وهنقول واي دي اللي هي عبارة عن ايه تقسيم اي اللي هو المومنت اوف انارشا يبقى سيجما بيندنج بتساوي ام في واي على اي ام اللي هو المومنت اللي واقع على البار واي هنا اللي يتمثل بعد الاسترس يعني انا نلاحظ هنا انه في اختلاف في قيمة الاسترس من اقصى قيمة في التنشن الى اقصى قيمة في الكمبريشن لو انا قلت مثلا انا عايز اجيب الاجهاد هنا عند المنطقة دي يبقى واي هي البعد عن محور الخمول المسافة من هنا من محور الخمول الى المكان اللي انا ارغب في ان اجيب الاسترس عنده واي هنا اللي يبقى تمثل المومنت اوف انيرشا ودي طبعا للقطر او للمقطع اللي هو على شكل دائري بتساوي باي على اربعة وستين دي اوس اربعة ده بالنسبة للمقطع الدائري نكتفي بهذا القدر ونلقاكم في الدرس القادم ان شاء الله